اشتركوا في القناة مرت عمي عرفت اليوم اني عم بشتغل هون وجنت علي بس انا ما عم بعمل شي غلط بس هي قالت انا عم طعميكم وعطيتكم بيت لتتقاووا فيه وانتوا شوفوا شو عملتوا فيني بعد يلي عملتوا معكم واضح انه مالا عرفاني وضعنا انتي هلا عم تحكي عن مرأة ما بتفكر غير بحالة يا بنتي كيف بدك ياها انه تقدر وضعكم بقى ايه بعرف هالشي بس دهلت مني عمقول ان شاء الله ما تضل اخدم اوقف منه وتعمل فينا شي مستحيل اذا عملت اي شي رح تلاقيني بيوشها عمقول ان شاء الله عمي انا ما بتوقع انه تعمل شي معنا اهدي بنتي ولا تاكلها انتي بتعرفي انه شي نقول مرأة عصبية كتير وانه تضل هادية مستحيل هالشي بصراحة ما بتوقع بس هالمرة في احتمال تتصرف صح المهم لا تفكري بشي هلأ ما رح تعملكون شي طبعا لا يا بيك ليش حتى اعمل هيك شي الزلمي اللي انتي مديون لقلو بملايين معقول له انك رح تحط مصاريك بالبورصة معقول اعمل هالشي يا بيك ليك انت الوحيد اللي بتعرفي هادا الموضوع ولهذا السبب بالذات انا بعتبرك مسؤول عن كل شي يعني لا تواخذني لا يا بيك مستحيل انا ما بعمل هيك شي ابدا ولا بحياتي بعمله كمان هالشي بيخالف مبادئي خلصنا مبادئ ومدرشوه بصراحة لحد هذا اليوم انا ما شفت موظف بيخوف مديره باول فرصة بتصحله بس يكتر خيرك استاذ جليل بفضلك انت خليتني شوف هالموظف شكرا لألك لهيك لا تجي تقلي مبادئ ومدرشوه هلأ ما رح تمرق علي ماشي يا بيك انسى مو هذا موضوعنا من وين ما عارف يعرف اسمعني منيح وفهم انا ما عد فيني اشتري هديك لأسهم شو عم تحكي يا عاكف بيك لا تقوله الشغل كان رح يكون مربح كتير لك شو قدنيك مسكرين وما عم تسمعني الزلمة فات على بيتي وهددني وقال لي انه رح يقتلني اذا ما دفعت شو صاير لعالك شايفني اشدب شي او حتى مجنون ولا ليش لعرفوا تشغل رح يجيب لي مصاري شو هدا يا مفهوم عاكف بيك غريبة اول مرة بتفهم علي الله يصبرني بس بالمناسبة يا بيك المبلغ البقيان ويلي لازم يدفعه تارهان بيك رح ينحط بحسابنا بكرة اصدى ابولة تولقى بارشين بس كمان اليوم صار تطور مهم اه في حد اتصل فيني وعطاني عرض لحتى يشتري المدرسة تبعنا المهم انت بتحب انه نقيم هذا العرض هلأ ولا نقلن انه نحن بيعنا المدرسة وننسى القصة قديش مبلغ العرض بصراحة هو ضعف المبلغ يلي دفعه تارهان بيك بمره ونص وجاي تاخد رأيي بالموضوع لك شو صاير لك انت يعني انت ناوي تجنني اذا كان العرض الجديد احسن من القديم فالعرض القديم ماله اهمية بنوب بها البساطة هاي لما المصاري بتحكي الكل بيسكت والمصاري بتحكي هذا هو مبدئي ولهذا السبب تلاقيني ناجح بشغلي الغي العرض القديم وخلاص اه عالاغلب هذا عمر اجا صار وقت النوم استنى شوفي اسحاك تناقشني او تقلي لا افهمت ليش لقلك لا اعمالي اللي قلتلك علي او ابن العم تعب شو ليش ما نمت لهلأ ولا شي كنت قاعد فاتح عن ناتو عم بتفرج برأيي فيك تروح كيف مولخة لساف جي صارت واحدة من عائلتكم برأيي فيكم تضلوا قاعدين مع بعضكم انتو بحالكن ونحن بحالنا وهيك نحن ما عدنا ندخل ببعض بنوم شبك شو واحدة اللي عم تخبصي لحنا ما طلعنا من البيت من وين اكلت ضربة شمس انسى هي عم تخبس لا بالعكس انا ما عم خبس اوجان سمعني سيد عمر واضح انه في افكار مختلفة بين العائلتين ولهذا السبب هلأ فانا من اليوم رح ضل قاعدة ببيتي هون وانت خليك قاعد ببيتك الشي اللي قلتيه كبير كتير انتي قادرة تصبح على خير لحظة انت شو اللي ساوتي استنى اسمعني خلينا نحكي شوية عمر ابكلك شو هاد لي ساوتي ما عم بفهم كيف تسمحي لحالك تحكي مع عمر بهالطريقة السيئة والله العظيم ده اخلق من المشاكل شو عملتي يا ابك فوق كل مشاكلة حملتيني مشكلة تانية لاشوف كيف بدي حلة عمر ليك بعرف انك اخدت على خاطرك ابك بتشبه امي كتير بعصابيتها ورح تعرف انه اللي قالت لك يا غلط بس امتا ما بعرف ان شاء الله يصير هيك اصلا ما عندي كلام تاني يقوله كيف رح تدبر حالك والخالة سيف جي قادي عندكم ليك عمر انا في عندي حل هلأ بس تنام ابك بطلع لبرة وبندهلك ومنفوت على غرفتي شوي شوي لا برأيي بلاها ابك ما بدا تشوفني ببيتكن وانا بحترم قرارة ما في مشكلة بالنهاية احنا ما عملنا شي بخجل والسبب اللي خلانا نعمل هذا شي كتير واضح بلا ما تضغط عليها احسن خلاص متل ما بدك ماشي براحتك لا تضايق حالك هلأ بلاقي مكان نعم فيه تمام تمام يلا تصبح على خير عمر ايه تعال خليني عنقك انتبه على حالك وانت انتبه على حالك تمام يا بيك اذا كان هيك بدك احكي مع الزبون الجديد؟ طبعا طبعا لازم تحكي معه لكن شو بدك تعمل حاكي وانهي القصة؟ تمام وبعد ما تخلص البيعة ونخلص من كل الإجراءات لازم ناخد المصاري والأملاك وكل شي من آلة ونبهات كمان بصراحة انا شاركك فيون كتير وبالي مانو مرتاح طول الوقت بيقولولي توقيع وهيك شغلات وانا حاسس انه في خدعة من ورا هدول التنتين ولهذا السبب لازم ننقل الأملاك لشخص تاني موسوق ما بعرف شو رح قللك بس مين رح تلاقي بهالزمن شخص موسوق أكتر من مرتك لتوسق فيه؟ هالشي ما نسهل هي مانا مرتي مرتي السابقة حط هاد الشي ببالك ولا عد تفتح لي الموضوع ما بعرف وانا عمفكر كمان يعني عاكف بيك يعني أكتر أشخاص ممكن يوسق فيهم الواحد الأشخاص يلي من لحمه ودمه يلي بيقربه كتير ويلي بيخافه على مصلحته يعني هنن أكتر أشخاص موسوقين برأيي شو هالكلام الحلو اللي قلته؟ اللي من وين جبت هالكلام كله؟ الله يحميلك هالتم اللي عم ينقط عسل ما كنت عرفان أني محظوظ فيك كتير؟ والله صدقني لو بعرف أنه عندك هاي الفكرة الحلوة كنت سألتك من زمان انت حلت لي كل المشكلة بالكلمة اللي قلتها هلأ والله ما خطرة عبالي أبداً ما فهمت يا بيك ليش مين في غير دوروك؟ ابني دوروك أنت من شوي قلتلي أنه الواحد بيوسق بالأشخاص اللي من لحمه ودمه لهيك طبيعي أني وسق بابني رح أسس شركة وسجلة بإسم ابني ورح أنقل كل أملاك يحط بإسمه وخلصناها هذا هو الكلام الصح عاكف بيك الفكرة حلوة كتير لكن شو؟ نفكر هالدماغ شغال على الفاضي بس ليش ما خطرت لي هالفكرة من قبل؟ لها هلأ ما هابعرف لو كانت خطرت لي كنت فوراً أسست شركة وسجلتها بإسم ابني وما كنت تعبت حالي على هيك رح يصير وهيك ما رح يصير بس كل الأمور معقدة هالفترة لهيك ما خطرت على بالي وهي نحل الموضوع مشي الحال هلأ أرتاح بالي أوه ألف الحمد الله هذا هو الشغل شوفي عمر أنت ليش هون وقبك معنا معاك؟ رحت لعندون بس ما قبلت قبقه كانت معصبة وقالتلي خلي كل واحد يقعد ببيته أحسن خليت فيش خلقه يعني وقفت بصف مرت عمي لك شو بدك فيوني أعملوا اللي بدونيها؟ كيف الشغل تعبتي اليوم؟ لا عادي ما تعبت بس بصراحة إيدي واجعوني شوي بس إختي جونول عطتني مرهم مشا نحط منه طيب مرت عمي بتجي لهون وبتعيط علينا وبتجن وبتحمل حالة وبتروح ومن طرف تاني إختي جونول عم تساعدنا في شغلة معم تفوت بها قلي كيف عمي قدر يتحمل هالمرة وتعصيبة كل هالسنين؟ صدقيني لو حدا غيره كان إجيته الجلطة منا لبقت جبلي سيرتا أساسا علاقتهم ببعض ما بتهمنا بنوب مثل ما بدك نوران يلا نامي عنا مدرسة بكرة تصبحي على خير وإنت من أهل جنيد خليني حط من المرهم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة هذا الولد من لحمك ودمك سعلكي خانم كيف يعني ما بدك ياه؟ يا ترى بتعرف شو عملت مشان ابني يبعد عن بنتك؟ حرمت حالي منه وخليته يسافر لبره ويبعد عني كرماله انت بتعرف كثير من يح اني كنت ضد هاي العلاقة من الأول كيف بدك يعني أخذ هذا الولد اللي إجا من ورا علاقة ما بدي إياها؟ كل واحد بيساوي اللي بيرايحه وعميل شو ما بدك بهالولد؟ وانا ما بدي إياه كمان بما أنك بعدتي ابنك عن هون وصفرتي ما رح فرط ببنتي وخجلة بين الناس زدتي بالشارع وخلاص متل ما بدك المهم لا تجي على بابي مرة تانية ولا تخليني شوفه كمان يلا صار فيك تروح اللا موسيقى تحركت معي موسيقى 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 بترجعك تسامحني يا روحي بترجعك تسامح ستاك عرفتي شي إذا كان راتبك رح يكون أسبوعي ولا شهري؟ خبروني رح يكون شهري بس رح تقطع ميت لارا كل شهر لأني أخدت سلفة مظبوط بعرف هالشي مسجلة عندي جنب حساب خالتي سيفجي أي حساب هاد عن شو عم تحكوا أنتو اتنين؟ لكي خالتي أنت في إليك علينا دين كل ما عم نقدر عم ندفع لك منه دفعه وعم سجله هون ما بصير أي غلط معنا الله يعطيك ألف عافية جونيد على فكرة بالمدرسة الابتدائية كانت كل دفاترك منظمة ومرتبة هيك بس أنت دفاترك ما كانت مرتبة أبداً بس مع الوقت اتعلمتي كيف ترتبية شو بدي ساوي؟ يعني القصة صارت واضحة الخالي بتحبك أكتر مني بعرف كيف خلي العالم تحبني هاي موهبة أهلاً دوروك صباح الخير حبيبتي انت فاضية؟ صباح النور رايحينا على المدرسة بعد شوي في شي؟ مش عن حديثنا مبارح إنو عيلة تولجر رح تشتري المدرسة ورح يقطعوا عنكن المنحة على الآن براسي رح روح لعند أبي هلا واسأله إذا كان فيه طريقة لحتى نمنع هالشي معروفك ما رح انسى وأنا بتشكرك من كل قلبي العفو ما عملت شي وغير هيك اليوم اللي رح يطالعوكي من المدرسة وأنا كمان رح يكون آخر يوم لألي فيها يعني بجوز إذا بطلت روح على مدرسة معنك موجودة فيها أبي يقدر يحل القصة خلينا نشوف هلأ تمام بحبك كتير يلا بشوفك بالمدرسة وأنا كمان بحبك يلا سلام دوروك رح يحكي مع أبو مش عن موضوع المنحة شو شبك لازم أعطي أربع دروس خصوصي باليوم لنقدر ندفع الإجار وهالشي صعب ما نعرفان شو ساوي أنا بعرف فينا نبيع هات كتير أولاد ما بتلبس بوقت بتضوي وأنا ما بدي ألبسه يسلموا حبيبتي بس أنا وإختك رح نحل القصة بس بتعرفي شو فكرتك هاي فرحتنا كتير وإذا ما قدرنا نحل هاي القصة رح نعرف إنك ورانا ورح تساعديني إيه أكيد أساساً نحنا عالي وأنا محسوبة معكم من هالعالي طبعاً محسوبة لأنك خالطي اللي بحبه ما فيك تسبتية هونيك أبي تعالي لورا الشجرة يلا يلا لشوف ايه طبعاً تفعي كمان 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 لسه لسه لفوق شوي بنتي نيح هون ايه يلا سبتي عندك يلا سبتي شو هار شو عم يصير هون انتو اخترتوا طرفكم لهيك حطيت حدود بيناتنا مش عم ما نشوفوش بعضنا من هالقرايح وانتي عم تساعدية بهالشي كمان إباك؟ شو الغريب بالقصة أمي معها كيش 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 السحجاجاتكن يجوا على طرفنا ها من هالقرايح أي حدا بيقدر يروح يحكي مع هديك قليلة الشرف ما حدا مننا رح يحاسب التاني أبداً شو عم يصير هون؟ مرت عمي عملت حدود بيننا وعم تحاول تفرق العيلتين عن بعض يعني هلا ما عدا قدر ألعب بهذاك الطرف؟ لا ما فيك تلعبي حبيبتي ما فيك تلعبي هون واختك عم تشتغل مع هديك المرأة قليلة الشرف اللي خربت لي باتي انسوا انه قلكم مرت عم واسمها شي نقول شو هالحكي هاد؟ خلص حبيبتي لا تزعلي لا تتضايقي مرت عمي بتصير غريبة لما بتعصب وحتى مجنوني لهيك لا تفكري يلا بنتي تعالي هالمرة أكيد جنيت أنا أتأخرت لازم روح جهز شنطايتي يلا الله يحميكي انتبهي على حالي يمكن على الأغلب ما نروح سوا ما بعرفه بصراحة ما بدي اسأل ولا أنا بدي اسأل خلينا ناخد شنطينا ونروح أمي شو بناتي جيدار برلين شو القصة؟ آيوة نبلش مسحك على بكير اليوم ضحكتني كتيرها معقول ما لك عرفان قديش الموضوع جدي لهلاء تعرفوا أنا طول عمري كنت عم بتنازل كرمالهم بس من بعد هلاء ما عد فيه هيك شي أول شي أخدوا مصاري من اللي اسمه قونو وهلأ قاسي عم تشتغل عنده وهذا الشي بيعني إنه واقفة مع المرأة يلي خربت بين أبي وأمي أوجان ما بعرف شو أحكي بس بصراحة أنا مالي حاسس متل ما لكون حاسين أبدا لا تأخذوني أنا شايف الموضوع من ناحية تانية مختلفة لا تخليني بلش فيك وليا أوجان أساساً همي لفقراسي مو نعصني هم تاني اليوم موعد محكمة التطلاق ولهيك لا تزيد عليها ها ها أمي بدك نجي معاك على المحكمة لا أبني نافي داعي كلها خمس دقايق النتيجة معروفة يلا يلا روحوا على مدرستكن الله يكون معكم يلا عندي مشوار بالأول استني لوين رايحة بدي اشتري قرطاصية لك استني شوي ليش هلا خير لتكوني شايف القرطاصية بمنامك شوفي يعني أنا لازم فهمك كل شيء أوجان ما عد بدي امشي أنا وياهم استني شوي وين رايحة واقفي يلا خلينا نروح أسيا يلا بلا ما نتأخر وانتو كمان استنوا شوي هالشي اللي عم تعملوه سخيف كتير وما بيصير شو هتخبيصها؟ سخيف؟ سخيف لكا يعني كل يلي عم يساوهن منطقي والي عم ساوي أنا السخيف يلي عم نساوين احنا هلأ في إله سبب إبك وبتعرفي منيح انه مو هدفنا انه ندايقك المهم أنا موقفي واضح والشغلات يلي عم تساووها هلأ عم تدايقني كتير موقفك واضح لكان برافو جاية معي أنا بدي روح يلا جاية لازم روح معا يلا بشوفكم بالمدرسة معقول وصلنا لهي الدرجة؟ أهى هه بتعرف ابني على فكرة اللي قالي القلوب عند بعضها ما كذب أبداً كنت جاية لعندك هلأ جاية لعندي؟ اه؟ ليش؟ اه يعني موضوع بخص الشغل خير؟ ليش اجيت انت؟ بصراحة اجيت لحتى احكي معك بموضوع بيع المدرسة حلو كتير عم بسمعك احكي مو أبو لتولجر رح يشتري المدرسة؟ أول شغلة رح يساوية رح يلغي المنح فيك ما تخلي يساوي هيك؟ تعرف شو أنا مليت كتير من هداك الشب يعني ما له شغلة وعملة بيهي الحياة غير انه يقعد يحط خطة ويئزي العالم والناس شو قصته هادا الولد؟ قللي شو قصته معه ماجستير بجنان؟ شو أعمل معه؟ مجنون بس لا تاكل هم ما رح بيعو إياها كيف ما فهمت؟ بطلت بيعو المدرسة لقلي وبطلت بيعو إياها لقيت شخص مرتب رح يدفع أكتر وقررت بيعو إياها عنجا دعم تحكي؟ يعني تولغا ما رح يكون صاحب المدرسة مو هيك؟ صح إيه؟ لهكة بس خلس توقيع العقد مع الزبون رح حاكي أبو له تولغا فوراً وقل له انه بطلت بيعك المدرسة يلا ورجيني عرضك دافك وبس هيك هالخبر كتير حلو هاي Whispar تعرف إنك ريحتني كتير؟ الله يحميك ابني على فكرة هذك الولد مجنون عن جد قلت اللي كنت بدك تحاكيني بشغله مشان الشغل شو هي؟ سمعني ابني ماني قدران أخد راحتي بالشغل ولهيك لازم أسس شركة جديدة ونضيفة ولأسباب أنت بتعرفها أنا ما فيني سجل هاي الشركة بإسمي بنوب ولهيك أنا لازم سجلها بإسم شخص موصوق كتير بالنسبة لألي شخص بوسق فيه كتير مثل ما بوسق بحالي ويكون نضيف كمان وبهي الدنيا ما في غير شخص واحد بس بقدر أوسق فيه هو أنت يا ابني وإذا ساعتني بهالقيام الصعبة اللي عم بمرو فيها رح تفرحني طبعا بابا رح ساعدك قل لي هلأ شو اللي لازم ساوي الله يحمي لي إياك ما بدي إياك تعمل أي شي بس عطيني هويتك والباقي بيحله جليل الموضوع سهل كتير تفضل سيدعا كيف أتقول برافو برافو والله أنك شبي شدت ظهر فيك هههههه تمام هلأ جليل رح يكمل الإجراءات وانت رح تجي وتوقع هي هي القصة كلها خلاص اتفقنا بابا ولا يهمك تعال خليني عاناك يا وحش بتشكرك بابا الله يحميك ايه تمام تعال خلينا نشرب قهوة بلى ما أتأخر على المدرسة تعال ابني فين جاء نهوة ما راح يأخرك هلا تعال طيب يلا بالنهاية المدرسة اللي قالنا وما حد راح يحقيك شي فوت نستغرب كتير إنه جايين لحالنا معنا متعودين هيك صح بس لازم نتعود من بعد هلا تمام صباح الخير وهي الأشرار وصلوا خير شايفكن نقصين لسه الصبح لا تقرب علينا تولجا بس أنا ما بقدر من دون ما أقرب عليكم وانت بتعرف الشي كتير منيح شو لسه وين بقى الشي الليل هلا فهمت لما عرفوا إنه المنح راح تتوقف قالوا خلينا نروح بكرامتنا أحسن ما يقلعونا موهي بس يوصلوا فيك تسألهم انت تولجا ايه تمام بسألهم بس استنوا شوي وبما أنكن هلا لابسين تياب المدرسة خليني لأطلكن صورة إسكارية شو رأيك بها الفكرة هاي؟ بلما أخذ موبايلك وكسروا يلا آسيا ايه الله يكون معك لأنه حقاك أنك تعصي هواقات بحس حالي راح أزعل لأنه دول الناس راح يروحوا من هون ولأنه ما عدا يقدر أتمسخرة عليهم كتير بنفس الوقت ما نزعلان بستاهلوا اللي عم يصير فيه على فكرة تلقى وأنا كمان مثلك ما بهموني أبداً شو ما صار فيهم قليل وبستاهل تعا خلينا نروح على الصغف صباح الخير يا حلوة صباح النور تطلعي على الجنينة؟ جاية أوجان خلينا نستنى هم تمام لك منقعد بالكافيتيريا شكراً إلاك صحة وهنا يا أحلى بنت في عندي هون طلبات كتيرة جاية من جورجيا لعنة وغير هدول في عندي وراء الاتفاقية اللي وقعناها مع إلغاس لحظة لحظة استني مين هاي إلغاس؟ البنت الإنفلونسر بس ماني متذكرة كميتها مشهورة كتير على مواقع التواصل الاجتماعي وعندها متابعين كتير ضروري نعمل هالاتفاقية لأنه راح نقدر نوصل لفئة الشباب وهالشي راح يساعدنا اي صح كلامك مظبوط ولا تنسي الستاندات اللي حطيناها بافتتاح مركز التسوق لازم نبعث عينات من شغلنا لهنيك تعرفي بشو هنفكر؟ بالإبداع الموجودة عنا ما عد نقدر نلحق لكل شي لازم نبلش بالإنتاج بأسرع وقت صح؟ كلامك مظبوط لازم نبلش بسرعة بس ما معنى مصاري فكيف راح ننتج؟ صراحة لسا ما بعرف صباح الخير يا خواني شو عم بتساقوا؟ ولا شي عم نشتغل الصباح النور عاكف بصراحة عنا طلبيات كبيرة وما عنا عرف عنين كيف بدنا نسلم الزباين من شوي كنا عم نقول ياريت لو كان في مصاري كنا رجعنا نصنع بضاعة سمعوني انتو التنتي لا تطلعوا فيني هي التطليعة وأنا كمان ما معي وبعدين انتو تعرفوا وضعي منيح قلتلي ما معاك؟ يعني من جديد بعت المدرسة والمصاري ما فاتت لجيبتي أخدت من هون ورحت فورا دفعت الديون اللي علينا للناس اللون فترة صابرين علينا آه إذا ما تقول هيك هالشي منيح ما في شي نساوي موفق إن شاء الله صح على خير ايه كله لخير شو نعمل بالنهاية ما بصير إلا اللي مكتوب علينا أكيد إزا هيك عن إذنكن أنا رايح لحتى طالع مرتي آه رح تطالع سوزان اليوم؟ إيه اليوم رح تطلع آه أول ما بلشت تسكر الديون بلش المحامي بالإجراءات تبعه ورح تطلع اليوم إن شاء الله إيه إذا كان هيك ألف مبروك أنا رجال بعجبكم يعني بالوقت اللي مرتي محبوسة فيه مستحيل إن يكون مرتاح لحتى شوفها قدام عيوني وألف الحمد الله مشي حال الديون ورح تطلع من السجن يلا لكن عن إذنكن الله معك مع السلامة عاكف مع السلامة يعني عن جد مو طبيعي هالزلمة قديش بيكذب مشي حالة خططنا تعي تعي طلعي فيني بصراحة ما بعرف كيف ضغط أكرم بيك على عاكف صار يركض ركض لحتى يسكر الدين وعالأغلب راح وهدده ولهيك خاف كتير منه مية بالمية بيستاهل مو قليل اللي عم يساوي فينا اي معك حق لكن أبوش ايه؟ يا ترى سوزان ما راح تخلنا مو هيك يعني أنا بتمنى ما تروح وتقله عن خططنا وأنه هنن اللي جبروك تطالعني من السجن وأنهن متفقين مع بعضن لحتى ينهوك على الآخر ومن هالحكي قليلي هلأ شو رأيك ممكن تخلنا؟ هم؟ يعني بصراحة ما بعرف الشي اللي قلتيه خلاني يشك فيها لا ما بظن تعمل هيك لأنها مرة زكية وبعد اللي صار معها مع التوسق بعاكف بنوب اي ان شاء الله يعني عن قريب راح نعرف اي اكيد بس الله يسترنا منه رحلة كتير وما بقى إلا القليل بترجاك يا ربي تخلصني من هالقصة من دون مشاكة ارهان شو صار مش الحال؟ الحمدلله مش الحال خلاص طلقنا ان شاء الله قدر بلش حياة جديدة وهادية وما فيها مشاكة ألف مبروك وصلتي لهدفك خلصتي مني نهائيا برأيي عطي حبيبك ارهان شوية تحنة يحط على أصبيعه ويحتفل بالطلاق واحدة بلى أخلاق يأ خلصنا شي نقول بكفي يعني على الأقل هون لا تساوي مشاكل تركيني بحالي بقى تركتك تركتك روح وعيش حياتك الهادية وانت متطمن بس حط براسك شغلة ان أولادي ما رح يكونوا بها الحياة اللي رح تعيشها بنوب شو أصدق ما رح يكونوا؟ شو التخبيص؟ إذا كان أولادك فهن الأولادي كمان إذا كنتي أمهم فأنا بكون أبوهم شو أصدق من هذا الحكي؟ رح يكونوا بحياتي دائما لا تغز بدنك حبيبي مو هي اللي بتقرر المحكمة اللي بتقرر سمعي منيح وليه؟ في حدا سألك عن رأيك ليش عم تلعي؟ صحي إنك عملتي مليون حيلة لحتى تاخدي عقلن لهدون كل أولاد بس ما بسمح لك تأربع أولادي لحظة استنى وافي شوي حطي أولادنا على جنب ليش عم تدخلي أولاد أخي بالقصة؟ شو بدك من هدول يا تاما؟ لسا نازلي عم تبهدليون على يشتغلوا هون ولا تشتغلوا هنيك شو بدك فيون؟ هالشي انت ما دخلك فيه لهيك خليك بحالة كيف يعني ما دخلني؟ هالولاد ألماني برابتي؟ هيك لكان أرهان هلأ صاروا أولاد أخوك وفوق صاروا أمانة أخوك عندك مهين؟ أصدك إنه ما عاد إلي أي صلة فييون وهذا الدليل بإيدي ايه مو مشكلة؟ بحكي اللي بدي إياه وبعمل يلي بدي إياه تعالي لهون لشوف انت شو ناوي تعمليلون؟ يلا جاوبيني رحتي حطيتيون ببيت معفين وفرقتي الأخوة عن بعض وحاولت تبيعي واحد مننون والتاني تورت مع المافيا ما فتحتي تمك بكلمة كرمال تاخدي مصاري وهلأ حضرت هيك عم تلعبي برزقة الأولاد شو رح تساوي أكتر؟ يلا أقولي شو رح تساوي أكتر من هيك؟ ما رح قلّك استنى وشوف بما أنه بيكونوا أولاد أخوك وبما أنه هالولاد أماني عندك بدل ما تقعد تغازل بنات العالم كنت أقعد بأدبك ودير بالك عليهم أحسان لا تبلش تخبسي بالحكي اسمعي أصحك تعملي الشي عم تفهمي؟ ما تفهمي شي نقول؟ ما رح تقدر تعمل شي لا ترضع اللي قالتو انتي ما بتع فيها قولوا هي شي نقول فيها تعمل كل شي لا ما فيها تعال عود وريحها ها؟ وهي إجابة يا أعضاء فريل أشرار على الصف؟ إذا ناوي تعمل حفلة ودع لا تنسى تعزمني كمان ولا بزعل، تمام؟ شو أصدك ودع شو؟ يمكن لسه ما بتعرفي، ما سأبي اشترا هي المدرسة وأول شغلي رح يساويها رح يلغي كل المنح اللي عطينا للطلاب كيف؟ مظبوط اللي قالوا؟ يلا قوم واقف، مبارح اجتمعنا فيه وخبرنا كنتم فاكرين تخبرونا بهالشي؟ طيب رح غير لك السؤال، أمتى كنتم رح تخبرونا بهالموضوع؟ من وقت ما بلشت بالشغل وانتي ما عم تطلع يبوشي، كيف بدك يعني خبرك بقى؟ قاسيا واباك متزع لي؟ في توتر بيناتون هكلك؟ برأيي بلا ما تعزبوا حالكم عالفاضي، وتطلعوا الدفاتر والإقلام شو عم يخبس تولقا هالمرة؟ ولا شي، بعدين أنا ما بخبس، أبي اشتراها لهي المدرسة يعني أبوك ما عاد له علاقة بهي المدرسة ابنه؟ شو عم تقول؟ خود على هالقصة بقى رجع يضغل أزمت للعادة ايه متل ما سمعت لي، كون في شي مشكلة؟ ما رح كذب عليك، بصراحة في مشكلة بس مو عنا، المشكلة عندك انت أبوك ما رح يشتري هاي المدرسة يا حلو، رح يشتري يا حدا تاني غيره والله شي غريب، شو عم تحكي انت؟ ومين اللي لك هالحكي بقى؟ أبي اللي قل لي، تعارفه ليك، لسا مبارح اتفقنا معه، لهيك يا ريت ما تخبس والله إذا كان الشخص اللي اتفقت معه اسمه عاكف أتاكول فمبارح حكي، واليوم حكي تاني، يعني ممكن يتغير كل شي بلحظة طبعا هالحكي إذا كان فيه مصاري أكتر ليك؟ ما رح تتصلي بأبوك؟ وتسأله؟ يعني مشان نتأكد من الخبر برافو عليك أمير، برافو عليك كأنك صاير عم تفكر كتير وعم تطلع معك أفكار حلوة؟ ها؟ عنجت هالخبر حلو كتير، شكرا لأنك حكيت مع أبوك حكيت معه بس، ما كان فيه داعي يقنعه فيه حدا تاني قدم عرض أعلى فأبي راح لعنده لك هالعالم من وين بتجيب المصاري؟ غريبة دوروك؟ عود هون إذا بدك ليش بقى؟ بدي روح قعد هنيك متل ما بدك كأنه قصة شغلك بالمطعم كبرانة؟ زيادة عن اللزوم، وحتى أنه نعمله حاجز بين بيوتنا أكيد عم تمزح مع الأسف ما عم بنزح عنجت أنا متفاجئة كتير ما توقعت أنه تكبر القصة لهي الدرجة أستاذ؟ إذا فاضي فيه مجال أنه نحكي شوي؟ اللي تلقى متل ما بتعرف أبي كان راح يشتري المدرسة وحتى أنه دفعنا الرعبو بس من شوي إجا دوروك وصار يخبّى سؤال ما في هيك شي وأنه أبي ما شترا هلا هي المدرسة يا ترى بتعرف شي؟ والله اللي بعرفه أنه المدرسة مباعد بس بصراحة ما بعرف مين اشتراها بيكون أحسن لك لو أنك تحكي معاه كيف بيك ورح يخبرك هو هيك تمام أستاذ شكرا يا ويلك تكون بايع المدرسة لحد الثاني يا ويلك شو هالحالة هاي لها هلا ما كنت أعرف أخلص من هذا المجنون آه إلي عم بيسمعك دولقة شو بدك؟ عمي عاكف قال بعت المدرسة لحدة ثاني مظبوط إيه مظبوط إجا شخص ودفع أكدر فبعته إياها شو هذا اللي عم تحكيه عمي كيف تعمل فينا هيك شي انت؟ وليش مستغرب لهي درجة هي تجارة انت دفعت مبلغ أكبر وأخدت من اللي قبلك وهلا إجا حدا دفع مبلغ أكبر منك وأخده ليش مستغرب ما عم بفهم عليك لك أنا كنت معتبرك قدوتي وماشي بنفس الطريق اللي أنت ماشي فيه وعم بعمل كل شي لحتدائها دول ولاد الفقرة وقلت لكم أني رح قلعنا من المدرسة وشفت حالي عليهم مع أولي اللي حملته فيني انت؟ تعرفان الموقفي اللي حطيتني فيه هلا؟ ابني سمعني إذا كنت ماشي على نفس طريقي فلازم تتعلم بالأول كيف تضمن أمورك قبل ما تشوف حالك على العالم تمام؟ خلي هذا الشي يكون درس لألك فهمت ابني؟ فهمت بالوقت اللي كنت تقلي جيت وان قصدني بآخر لحظة صرت عم تعلمني درس هلا؟ مو هيك؟ معنا كلامك أنك بعد؟ شو عم بتقول؟ لا طبعاً أنا ما بيعك مستحيل أنا عم بيع المدرسة ابني وراح عدلك أنا بعدها أنا بعدها أنا بعدها ورجيني لشوف شو رح تسهوي اسمعني يا ولد الاربعين تعلم اللي عم ينطوا براسك هلا؟ تصدقني ما بطلعوا قد تعلب واحد من الموجودين براسي خلي هالشي درس تاني لألك يلا ابني تبع على حالك واحد أجدب مو مشكلة عمي عاقف قال لم هايجي يوم وتجي لعندي تطلب مساعدتي وأتم نتواجه مبروك الإفراج شكرا وقعيلي هون لو سمحتي وقعيلي على هاي إنك استلمت كل غراضك الشخصية وقعيلي على هاي إنك استلمت كل غراضك الشخصية تفضلي هاي غراضك هالرسالة إجت لإلك كانوا رح يوزعوها اليوم تمام مبروك الإفراج مرة تاني يبارك فيك بترجعك يا ابنتي قليلي إنك هون قليلي إنك ما رح تلاقي يا ما كانوا لصتاتك حم تستني مرحبا ماما بقدر اتخيل قداشك ما عصبه مني بس ما تعصبت انا منيحة ما فيني يقلك وين انا لاني بعرف انك رح تلحقيني ورح تطلبي مني يرجع المصاري بس انا ما فيني عيش من دون المصاري امي انتي بتعرفي هالشي رسم الطريق لحالي انا منيحة هاليا انتي ما تاكلي همي ولا تزعلي حتى لو كنت بعيدة عنك رح ضل حبك دائما امي كوني بخير ما بفهم كيف ما انتمتي بعد اللي عملتي كيف يا ربي ما بفهم كيف كيف سوزان صدقيني كنت رح اوصل بكير بس كان في عجق كتير عالجسر ولا بينما شو هاي هالي كان اه يعني كنت بتلك رسالة كتير حلو شو قالت لك وين هلأ اهلا بفهم ديبن تاكلف اشتركوا في القناة